وإلى شرق البلاد حيث قتل الجنديان وجرح أربعة آخرون في معارك مع المسلحين الموالين لروسيا بمنطقة عملية مكافحة الإرهاب أكثر من خمسين قصفا وأكثر من خمسين مرة عفوا قصف المسلحون الروس مواقع القوات الأوكرانية في خرق جديد لاتفاقيات مينسك والهدن المعلنة بين الجانبين القوات الأوكرانية اضطرت للرد ثمانية وثلاثين مرة على قصف العدو بحسب قيادة عملية مكافحة الإرهاب التي أشارت إلى أن العدو يطلق النار على طول خطوط التماس مركزا على مناطق مارينكا والقوى المحيطة بمدينة ماريوبول لا تزال ضواحي بلدة مارينكا نقطة ساخنة حيث أطلق المقاتلون النيران على مباني محصنة لقوات عملية مكافحة الإرهاب مستخدمين قاذفات مضادة للدبابات من العيار 82 ملي مترا وقاذفات قنابل وأسلحة الرشاشة للأسف أصيب إثنان من جنودنا نتيجة هذا الاشتباك كما قصف المرتزقة الموالون لروسيا مباني محصنة للجيش الأوكراني في هنوتوفا وليبيدينسكي وأصيب إثنان من جنودنا نتيجة انفجار عبوة ناسفة مجهولة على طريق بريمورسكي اشتركوا في القناة